الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال تطوير استاد القاهرة بأعلى كفاءة وفي التوقيتات الزمنية المحددة ليكون واجهة حضارية لبطولة كاس الأمم الإفريقية والتي ستصدفها مصر في يونيو الجاي أكد مدبولي خلال تفقد أعمال تطوير الاستاد أن فيه متابعة يومية للبرامج الزمنية للتنفيذ حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال آخر مايو الحالي مع عدى تركيب المقاعد الذي سينتهي في الأسبوع الأول من يونيو